فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال وقد روي عن غير واحد من أهل العلم أن أهل الكتابين قبلنا إنما أمروا بالرؤية أيضا في صومهم وعباداتهم وتأولوا على ذلك قوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ولكن أهل الكتاب بدلوا وهذا يؤكد ما سبق من أن الرؤية هي التي يجب العمل بها وأنها كانت حتى عند أهل الكتاب لكنهم غيروها فإذا كان هذا من تغييرهم تأكد علينا خلفتهم في ذلك